السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا محضر لكم في الاقوة جديدة في سلسلة ليرنينج فيموير انسيكس فور. موضوعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مصطلح احيانا كده هيقابلكم بالذات لو حد فيكم بيقرأ الديكمنتيشن الخاصة فيموير و او بعض الموضيع على فيموير ويبسايت وبيبحث عن الانسيكس هيظهر معا مصطلح كتير جدا اللي هو فكرة الفيسي ان او الفيرشوال كلاود نتور. عمليا هو مصطلح واعتبر زهر الفترة اللي فاتت. بقدر نقول بكل بساطة هو مصطلح فيموير اصدت به تنظم شوية فكرة بسبب ان مع تطور فكرة عند فيموير وزي ما قولنا اصلا فيموير بتركز كتير على الانسيكس وبدأ يبقى فيه تطور كتير وبدأ يبقى فيه تانية بتحت اسم الانسيكس برضو فبدأت فيموير تعمل مصطلح اجبر او مصطلح اشمل اللي هو الفيرشوال كلاود نتورك. عمليا ان الفيرشوال كلاود نتورك ده ظهر بسبب ان الانسيكس حاليا اصبح يقدر يشتعل على المستوى الفيرشوال ماشيني يقدر يشتعل على مستوى الكنتينر يقدر يشتعل على مستوى البرمتال طبعا سواء يشتعل في برايفت كلاود بابليك كلاود هيبر كلاود داتا سنتر عادية شغالة فبدأ الموضوع ده يكبر فعشان كده فيموير بدأت يعملوا فكرة الفيسين الفيسين كان احيا تقدر تقول تنظيمية اكتر يعني مفيش برودكت اصر اسمه الفيسين مفيش سيرفيس اسمه الفيسين لكن هو كان احيا اشمل انه يعتبر كل الفكرة الخاصة بالنتورك فيرشواليزيشن بكل البرودكت اللي مرتبطة بالنتورك فيرشواليزيشن والانسيكس سواء من نوترنج سواء شغال على اي حجم داتا سنتر ده كله يندرك تحت اللي هو او عمليا المصطلح ده ظهر ازاي طبعا كتسلسل فكرة ومع نجاحها المهول وتطورها يعني عمليا كان زمان في فكرة هو عندها ده على المصطلح يعني فبدأ بعد كده مع تطور فكرة سوفت ورد فان داتا سنتر اه ان الدياتا سنتر بشكل الكونبوننت الاكبر لها وبعد يدخول فكرة اللي هو بعد عملية اللي عملته لشركة ويمكن احنا طبعا وضحنا الموضوع ده اه قبل كده في اللي هو الفرق بين اللي هي المسامات اللي شرحناها قبل كده فبعد عملية لشركة وبعد كده بدأت تظهر عملية موضوع هنا بيوريك التسلسل كده ويعتبر يعني كناحية شوية اللي نقدر نقول النقلات النوعية الكبيرة اللي حصلت في فكرة عشان نوصل في الاخر لفكرة يعني بعد عملية استحوازه مع بدأ يظهر كده بعض الفيتشر اللي يقدر نقول مهمة جدا حاجة زي مسلا النتورك اه اه او ودي طبعا هنشرحها بعد كده بالتفصيل مع الوقت بداية تشوف ان احنا محتاجين يبقى عندنا يعمل اه منوترنجلية عندنا في في جزئية دي ان هم عملوا لشركة اسمها ونزلهم برودكت عند في مروه اللي في المؤخرة كده من سنة الاسم بتبقى تغير لآ اه او بريشن ده بيعمل منوترنج ليه آآ بشكل عبقرة جدا يعني حتى بيعمل مع آآ برودكت تانية زي المسلا باولو زي آآ والهدف منها ان يديك انتو انت يعني ايه تقدر تفهم وصل ليه يعني هو اصلا عمليا لكن ما كانتش شركة شغالة على مستوى آآ فقط يعني او بيشتغل انه يعمل لك منوترنج للفي ام او الهايبر فيزو لا ده هو كان شغال للفيزيكال يعني لكن طبعا تركيزة اكتر ليه موضوع علشان كده مع عملية ان انت دلوقتي اصبح عندك آآ برودكت تاني او تاني بيعمل لك للنيتورك فبدأ كده فكرة ان في حاجة اكبر من يعني انت عندك كبرودكت بكل بقى اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده دي بدا يبقى عندك تاني يعمل لك بدا يبقى انت عندك دلوقتي فيموير عنده اصلا او الاسم جديد بتاع العرية ده كبرايفت كلاود سليوشن بدأ يبقى فيه مع في بداية تدي كبرايفت كلاود فيتشار يعني الناس اللي بيشتغل الموضوع ده كان مفيد جدا لهم آآ بعد كده ظهر فكرة ان كان هنا حاليا زي ما احنا قلنا او في الماضي يعني بيصبرت فقط انه يشتغل مع آآ لا بعد كده صبرت انه يشتغل مع حتى يشتغل برضو في المرحلة دي انه يشتغل مع يعني في كده من هنشوفه بعد كده ده ممكن يشتغل معك لو بتاعك على فتقدر بتاعتك وتستفيد من كل بتاع ده خاص بالكلاود فده كله ظهر في مرحلة بعد كده دخلوا شوية في موضوع انه ما يتوروه في بفكرة بعد كده بدأوا يدخلوا انه هو يشتغل وينتجريت مع وفييم وير كان آآ عملية برضو اللي هي اللي هو البي اكس اس وفكرة الكنتينر وبدأت اللي ان الانس اكس يشتغل معاه. وآآ بعد كده برضو الموضوع اتكبر اكتر ان البي موير بدأ يشتغل في الانس اكس هايبرد. اللي هو اعتبر في نفس الوقت انت ممكن يكون عندك في شغال مسلا انس اكس تي. وجزء من الكلاود بتاع وجزء من بتاعك على احد زي فكنت شغال ما بين ده كلهم. بالاضافة بعد كده في بقى فكرة وده احد الافكار الجديدة في عالم آآ النتورك بواجه عامي يعني مش فكرة وفيه كتير بيقدمهم ده. طبعا تشتروا الشركة اسمها وبادوا يقدموا فكرة الاسدوان. فده كله تحت مين? تحت البرتفوليو الخاص بآآ برضو بعد كده بدأت ان تعمل يعني كده سواء زي ما قلنا على اي دابلو اس آآ اي بي ام كلاود جوجل كلاود كل الكلام ده ان الانس اكس يشتغل مع سواء بعض بتاعك في او كله مية في مية في المية على البابلك كلاود فانت عندك دلوقت اللي هو آآ الانس اكس آآ كلاود يعتبر عملية انس اكس كلاود ظاهر من من الفترة ديت يعني هو مش اخر حاجة لكن هنا مسلا ان بدأ يزودهم كتير يعني هنا مسلا مش اي دابلو اس واي بيم لا اي بيم ممكن احداثهم شوية هي واجوة لكن مسلا ابلاقي اي دابلو اس هي دي كانت يعتبر كبداية يعني فحاليا يعتبر الانس اشتغل عندك آآ كلاود كلاود كل شغال مفيش اي مشكلة ده اللي وصلنا في الاخر لفكرة ايه ان بدايت شافت ان الموضوع توسع جدا ومعادش فكرة الانس اكس ان انا برودكت وعملو دبلوية عندي في اه في او الخاصة بيك فبالتالي يديك بتاعي الموضوع بقى اكبر وعندك دلوقت فكرة طبعا هو دلوقت بيدخلو كلمة كلاود فايا حاجة علشان وريك ان ده يشغل يشتغل على كل فبالتالي مصطلح هو مش يدل على اجتماعين لان انت مش ملزا من انت تشتغل بالبرتفوليو ده كله لا انا بشتغل بحسب الاحتياج يعني ايه احنا مسلا حاليا هنا يعتبر الرئاس ما دي تلخص لنا الكلام ده كله انت عندك دلوقت او يقدر يشتغل في كل ممكن تكون شغال ممكن تكون شغال ممكن تكون كلاود هايبريد الموضوع عندك داتا سنتر بسيطة عندك اه فتقدر تشغل الايه فده يقدر يشتغل على كل بتاعت دات سنتر ايا كان شكلها ايا كان حجمها. اه طبعا كان نتورك فيرشواليزيشن وسيكورتي الان سيكس كبرودكت رئيسة عندنا سوى بقى كان الان سيكس في اه او الان سيكس تي بعد كده او الان سيكس فقط في بتاع الوها الان سيكس كلاود ده اللي هو خاص به لو انت عندك الوركولوب بتاعك على الاحد البابليك كلاود اه اه من ناحية الموضوع اتطور ان الان سيكس اصبح في موضوع السيكورتي بساوت بورد الاي دي اس والاي بي اس. لو انت عندك شغل بفكرة الازدوان عندك اللي هو اللي هو الازدوان موجود. اه او عشان ده بتستخدمه برضو يعني ليه كتير منها برضو تستخدمه في المايجريشن ممكن تستخدمه في الوركولود تربوت الايه? مع طبعا اه الوافد الجديد في عالم الان سيكس واللي اعتبر اسمه مرتبط بالان سيكس ولوها الان سيكس ادفانس بلانسر عمليان بيقدم لك الله بلانسر كسيرفز وده هنشرحها في الكورس بتاعي لكنه اعتبر لكن لو انت عايز للواتبالانسر زي مسلا جلوبال لوت بلانسر زي مسلا اه واف لأ دي مور عندها اللي هو عمليان ده هو اصلا في الاساس كان اسمه افي حتى حتى الانت ليه برضو كل بيقول على دي كانت شركة اسمها او اي في مور اشترتها ودخلتها ضمن البورتفوليو بتاع عندنا. فبالتالي لو انت عايز بكل بتاعته اه ده بيكون تاني هو كله عبارة عن يعني برضو. اه وليه خاصة بيه. فبالتالي الموضوع برضو البرتفوليو بتاعنا بيكبر كتير. طبعا كمان اتج منت زي ما قلنا بشتغل مع اريا اوتوميشن وتعمل اه بورتال كده كله عن طريق البورتال الخاص بال اريا اوتوميشن او الاسم القديم بتاع طبعا الانسكس شغال مع مع تانزو وده اعتبر من احد للتانزو عشان يشتغل طبعا مش اكباري لكن اعتبر الكل بيشتغل معها فمع على طول او مع التانزو كانوا احد انواع الكنتينر. اه طبعا زي ما قلنا او اللي هي دي اللي هي بيعمل لك على مستوى النتورك سواء او من لي يعني اساس احنا بنشتغله علشان يعمل لك لكل التفاصيل ممكن. كان فيه سيشان احنا عملناها من كام شهر كده على تقدر تشوفها على اليوتيوب اه كنا بنشرح فيها فكرة او طبعا ده كده احد اللي برضو اسمها بيبدأ بال اه طبعا هو مش مشهور او لانواليوس كيس معينة بيشتغل فيها اه فده اصلا بيعمل بيكمل يعني احد الوزايا بتاعته ان هو بيكمل الان هو بيديك اكبر على مستوى النتورك بالذات من ناحية السيكورتي وبالذات كفاير وول رول ان هو يقدر يكاريت لك عدد كبير جدا من فايرول بوليسي وان شوت كده يعني هو احد برضو الوزايا بتاعته انه يعمل لك يعرف لك حتى لو نتورك عادية يعني يعرف لك ايه الفايرول بوليسي اللي مفروض تتعمل وبعد كده هو يطبقها لك اوتوماتيك طبعا بيكون عمل مع يعني وده اصلا تاني بروضك التاني لوحد فده بيبقى شغال في الاماكن الكبيرة قوي وليه شوية فبالتالي هنا موضوع بقى او هو ده اعتبر ظهر عندنا مصطلحات كتير جدا وبرودكت كتير جدا لعملية يعني انت عندك فقط ده اللي في وعندك اه عندك اه عندك 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 الانس بلنسبة للازوان البرودكت دي لما بدأت تظهر وكده اه احنا عايزين نعمل بتاعنا يجمع كل التفاصيل دي زي ما قلنا مش معنى ان هو بيجمع كل التفاصيل دي تحت مسمى واحد ان هتلاقي فيه برودكت واحد او من انترفيس او تقدر بكل البرودكت الوحد دي لا هو عمليا كل ده من دي بعضها يشغل الوحدها في بعضها بتانتجريت مع بعض يتمانيجهم مع بعض لكن ان تقدر تقول هو مصطلح فقط تنظيم لكل البرودكت دي لان كل البرودكت اللي عند اللي تخص كلها المفروض تبقى تحت مصطلح سواء بقى هي هي كلها تحت المسمى اللي هو فهي تحت توبر كنحية تنظيمية فقط وطبعا هي مفيدة لفي ام وير كماركتنج حتى كتقسيمة الاقسام بنزلوا الموظفين عند في ام وير حاجة كانترنة يعني فده يعتبر احد الاقسام عندهم دلوقتي اللي هو الوي سي ان او اللي هو الوي ام وير كلاود نتورك دي اللي هي كان يعتبر زمان اللي هي التيم بتاع اللي هو النتوركينج وسيكورتي يعني دي كبيزنس يونت كده دي التيم اللي هو متعلق بكل ما يخص النتورك فيرشواليزيشن والمولوترنج والبورتفوليو اللي احنا اتكلمنا عنه ده. فده كده كان مصطلح فقط حابين كده نتكلم عنه نقطة نظرية. يعني هي كده كنقطة كمعلومة علشان لو قبلتك بس زي ما قولنا انت هتلاقي موضوع ده في كتير بالذات على الويب سايت الفيم وير فبالتالي آآ لو قبلتك تبقى فاهم الفكرة بتاع مصطلح لكن كل من اللي احنا اذكرناهم دي مش بالضرورة ان انت تستعملوا مش الزيب. هو الاساس عندنا احتياجك ده حسب الاحتياج برضو حسب الاحتياج يعني زي ما قلنا في بعضهم اصلا عشان اشتغل عندك لازم يكون دي يعني فكلها حسب الاحتياج. لكن اللي تسوق محتاجه والاساس عندنا هو في حد جاته. ده كان موضوعنا النهار ده وشكرا ليكم ونشوفكم قريب ان شاء الله. السلام عليكم.